موسيقى أحلى جون في كياس أفريقيا موسيقى في سنة 2006 أو 2008 أو 2010 أحسن ثلاث بطولات لمنتخب مصر هذا الجيل للذهب لمنتخب مصر لكن بالنسبة لي جول يا سلامي حازم سلامي وحسام له معزة خاصة في قلبي أحيانا التعليق يضيف للجول فالجول كان عظيم جدا كابتن حازم إمام ينفرد بالمرمى وبدل ما يسدد يلعبها بكعبه يبعت الدفاع كله كله ويروح في حتة تانية وكابتن حسام حسن يضعه بشماله في الجول حازم إمام وقتها كان لسه عنده 23 سنة الشاب الصغير اللي جاي يلعب في تشكيله مع محمود الجهري غير مرشحة تماما للتتويج بكسر قوم الأفريقية الجون ده تحديدا هو يعني نعتبر اللي هو الكريزة بتاعت في مار التعاون ما بين حازم إمام وحسام حسن جون حسن عبدالربو الرابع في الكاميرون ماتش في 2008 ماتش دور المجموعات الماتش الأولاني محمد زيدان الأول في الكاميرون اتقطعت الكورة من الكاميرون زيدان انطلق من تقريبا من قبل نص الملعب وجيري في ثلاث لمسات بالضبط من منطقة الجزاء بتاعتنا وان تو هوب بقى قدام الجون وصلنا لجون في مفيش يعني في ثانية عملنا كاونتر أتاك حلو جدا أعظم هجمة مرتدة في تاريخه وانت خمص في تقريبا مع من الناس زيها كتير يعني كان جون حسن حسن بدره 16 قدام القنغه لما استلم القراء على صدره دخل جوة 18 بحطها بويش رجله 38 سنة أكبر مهاجم في تاريخ إفريقيا يسجل كورة جاية من فوق يخد استلمها على صدره يضرب الدفاع كله ويحطها في ثقه في الشبكة ولا كأنه عنده 24 سنة محمد زيدان في الجزائر ماتش 40 من وضع السبات بويش رجله في المقص وكورة فيها غل وانت تلعبها بمعلامة كده تقوم لامم وتقوم خططها ورايحة في حتة ما تتصدش يعني فالجول نفسه سيبك من حلوة الجول نفسه لأ الجول نفسه الظرف بتاعه حلو وشكله حلو وحس بالجول هي تشوي غليل كده لو انت لقيت بطش حلو وجبت أربعة جول وجبت منهم جول حلو جدا الجول المفضل بالنسبة لي كان الجول اللي استلم على صدره ومشاط بالشمال في المواص بتاع إدريس كاميني زي دان بالنسبة لي لعب مختلف مش زي أي لعب جي في تاريخ المنتخب المصري لعب جريء ما اعتقدش كان لعب مصري تاني ما كان ممكن ياخد القرار ده بالشجاعة ده في الوقت ده طورة 2000 كابتن هانا رامزي جاب جول من دابل كيك حلوة في كل كنة فاستوف ماتش غريسة أربعة اتنين نحن جول مساعات بتوقع مرتبطة أحيانا بالذكرى الحلوة مع الجول فيمكن الجول اللي ما انسهوش كان جول حازم إمام في تونس جمال الجول ده غير انه من حازم وغير انه في تونس وغير انه في بطولة مهمة زي ده وكان الجول مهم في البطولة انه احنا كناش كسبنا تونس بقالنا يعني يمكن سنين كانت من ليه عاملان عقدة اياما كانت عقدة شمال أفريقيا دي وتونس تحديدا حتى فتكر ذكرى كويسة حازم لما رجع من البطولة في حوار تلفزيوني كان بيقول ان انا كنت بتصل بالناس كان مستغرب قوي ان الناس طائرة من الفرح وان الناس كانت سعيدة جدا بهدفه ده وسعيدة بالمنتخب وقد ايه كان الغلن ده فعلا مؤثر معاهم والفرحة ما كانتش يعني متوقعة اشتركوا في القناة